شهر رمضان يعني فيه له خصوصية يعني معينة بالنسبة للطلاب بعض الطلاب ممكن انهم ينجزوا اكثر خلال شهر رمضان وبعض الطلاب ممكن لا ما يقدر انهم ينجزوا فشو النصائح بشكل عام اللي بتقدميها يعني للطلاب أول شي صباح الخير والله يعطيكم العافية أشكركم على طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت بالذات ونحن بحاجة له طبعا بيأثر على البيوت بشكل عام نعم البيت المنظمة قبل رمضان رح يلاقي فيه سهولة بتنظيم وقته خلال شهر رمضان نعم لا بالعكس رح يستفيد امور اخرى ورح يربي اولاده على بعض الامور اللي هو بحاجة لها من اجل تحسين دراسته خلينا نحكي أما البيوت اللي بحاجة لتدخلات ما قبل رمضان ممكن تنتهز رمضان حتى تعلم اولادها وتعلم نفسها هذه البيوت كيف ممكن احنا نشتغل على موضوع الوقت حتى يكون دراسة اولادنا صحيحة وغير متعبة سواء للوالدين او حتى الاطفال انفسهم تمام طب دكتورة كيف فكرة تنظيم الوقت يعني شو الطريقة وحضرتك خبيرة تربوية يعني الطريقة الامثل خلينا نحكي لها ترتيب الوقت هلأ بدنا نحكي انه الصوم له تأثير ايجابي على الاطفال وخصوصا على تركيز الاطفال بشكل هذه مفاجأة للي بسمعونا بانه هل الصوم يؤثر ايجابة في التركيز نعم وخصوصا على المدى البعيد الصوم هو الامتناع عن الطعام لوقت معين بصير فيه برمجة للجسم فيه امور داخل الجسم تحدث بتأدي الى اللي هو تحفيز التركيز في الدماغ لكن هذا على المدى البعيد لكن يكون فيه هناك شيء من التعب وخصوصا انه الجسم بده يعيد برمجة نفسه رمضان زي الابديت لجهاز الحاسوب رمضان لجسم الإنسان بهذا الشكل الآن كيف ممكن يشتغل الأطفال وذويهم يعني أولياء الأمور عليهم الدور الأساسي في كيف مننا نشتغل على أولادنا حتى يكون فيه تنظيم للوقت حتى يكون فيه دراسة جيدة ومفيدة للأطفال أول نقطة أولياء الأمور لازم نتخلص كأولياء أمور من فكرة بأنه رمضان ما فيه دراسة كثير لما الأم بتحكي مع مثلا أختها أنه منتعار فرمضان ما فيه دراسة والطفل يسمع فهذا يؤثر سلبا على أنه الطفل بصير عنده تلقائي أنه آه ولا رمضان ما فيه دراسة لأنه بنكون تعبنين لكن هذا الشيء بدنا نبتعد عنه وبدنا نعرف بأنه رمضان بالعكس هو ينظم الوقت تلقائيا وخصوصا إذا ربطت أوقات الأذان مع أوقات الدراسة كيف يعني؟ هلأ وخصوصا طلاب التوجيهي بيكون عندهم أوقات معينة ما بقدر يخسروا شهر كامل من أجل أنه يبقوا على تواصل مع الدراسة نعم الآن الأطفال والطلاب المدارس بيستطيع أنه يبدأ يومه من صلاة الفجر لما يكون عندي أنا صلاة الفجر تقريبا خمسة وثلث ممكن بعد صلاة الفجر وهي عادة لازم أولادنا يبقوا متوسكين فيها في رمضان وفي غير رمضان أنه يبقى يدرس لغاية ساعات الصباح بعدين ينتقل أو يروح للمدرسة بعد ما يروح من المدرسة هون بدناش نحكي التركيز بقدر ما هو تعب الجسد الآن ممكن يرتاح ينام ما يكون فيه تفكير بالأكل سواء من أولياء الأمور أو الأطفال بالعكس الأمور تكون منظمة أنه معروف وعند المغرب هو الأكل فالطفل بينام برتاح إذا استطاع أنه يدرس وخصوصا الواجبات الكتابية الأمور اللي فيها أداء ممكن أنه خلال النهار يؤديها الإفطار بعد الإفطار بوقت محدد مثلا لصلاة الإشاء بعدين ينتقل لأنه يدرس ساعتين على الأقل ينام بكير السهر بدنا يعني نبتعد عنه خصوصا لطلاب المدارس يعني أولياء الأمور أوكي يعني معهم أذرهم ومبرر أنه يسهروا مع أنفسهم مع عائلاتهم لكن الأطفال بدنا نبتعد عن موضوع السهر فبنام بكير تقريبا خمس سعات ونصف ست ساعات يرجع لنفس الدائرة بالتالي يكون فيه تنظيم لأمر الدراسة نعم جميل جدا دكتورة يعني عم تحكي حضرتك عن تنظيم الساعات وهو موضوع مهم جدا هل ممكن إحنا أنه نغير الروتين بشكل كامل للأطفال وهل كل الأعمار بتغير لهم الروتين هذا بشكل كامل مثلا الأطفال الصغار طلاب التوجيهي مثلا هل هناك مثلا نصائح خاصة بالنسبة لهم شوف طلاب التوجيهي بدي أبدأ فيهم طالب التوجيهي صار معه هوية شخصية نعم صفه مدرك للمسؤولية اللي هي واقعة على عاتقه بالتالي هو هو اللي لازم ينظم أمور نفسه تلقائيا بدون ما ينتظم الأولياء الأمور هذا الشيء بدرس زي ما حكينا ثلاث ساعات بعد الفجر يعني ثلاثة اثنين اثنين إحنا بنسميها ثلاث ساعات بعد الفجر ساعتين خلال النهار وساعتين ما بعد صلاة العشاء الأطفال بدي يكون في تنظيم من أولياء الأمور أنفسهم حلو أن أستشير ابني كيف تحب برمضان تدرس أمتى بتحب تدرس في طلاب مثلا بيكون عنده أطفال صغار أنه ما بيحب ينام أو ما بيحب يجي المغرب لن أخلص كل دراستي ويستطيع القيام بذلك فحلو أن أتناقش مع أطفالي إمتى بتحب تدرسه ونكتب برنامج برنامج بكتابي بأنه أنا الساعة الفلانية بدي أنام الساعة الفلانية بدي أستيقظ كمان لازم أوعي أولادي بأنه مش أنت تيجي من المدرسة أنك ترتاح بمعنى ترتاح على التليفون أو على الإنترنت أو على الألعاب الراحة تعني راحة الجسد وراحة الدماغ فأنا ممكن أنه ينام خلال النهار ساعتين بالتالي أستطيع أنه بعد صلاة العشاء هاي الساعتين بتفيدني بأن الطفل بيكون مركز بشكل أكبر نعم الدكتورة بجوز بعض الأولياء الأمور وأيضاً الطلاب بجوز بيخافوا من فكرة الامتحانات يعني خلال شهر رمضان راح نقبل على مجموعة من الامتحانات وأيضاً طلاب التوجيهي قد يتصادف بعض الامتحانات معهم كيف فكرة الامتحانات؟ هل ممكن الطلاب اللي عندهم امتحانات تتغير الفكرة بالنسبة لهم الجدول يتغير لما يكون فيه امتحان كثير من طلاب بسهر مثلاً فهل بتختلف الفكرة وقت الامتحانات؟ أنا أعتقد اللي منظم وقته من البداية والدراسة تكون أول بأول سواء لطالب التوجيه أو لطلاب الصفوف الأخرى ما بيجد صعوبة في دراسة الامتحان نعم فعشان هيك احنا بدنا نغير فكرة بأنه دراسة الامتحان يوم الامتحان زي ما حكيت لك تنظيم الوقت بهذا الشكل أعتقد رح يكون كافي بأن الطفل خصوصاً هي مش امتحانات نهائية ما فيه كم من المحتوى العلمي اللي بده يدرسه هو محدود نوعاً ما فإذا تنظم وقته بهذا الشكل أعتقد ثلاثة اثنين اثنين يعني تقريباً سبع ساعات باليوم بتركيز وخصوصاً إذا اختار وقتهم بذكاء بتكون كافية حتى لو كان فيه امتحان حتى لو كان أكثر من امتحان بنفس اليوم نعم وبالنسبة للمدارس دكتورة يعني خلال فترة المدرسة بتختلف التوقيتات فيه نصائح معينة للطلاب في المدرسة هو يعني الحمد لله تم تأخير الدوام إلى الساعة التاسعة وهذا بعطيه مجال من دراسة الصباح وأنه يستثمر وقت ما بين الفجر إلى أنه يطلع على مدرسته أيضاً تم التخفيف بعدد أو بتوقيت الحصص حتى يتمكنوا الطلاب أن يروحوا أبكر على بيوتهم إن شاء الله يكون كله بمصلحة ولادنا وولادكم إن شاء الله إن شاء الله شكراً جزيلاً الله يعطيك ألف عفية دكتورة فازيل فلحات خبيرة التربوية شكراً جزيلاً لإليك وشكراً على المعلومات المهمة لافو الله يعطيكم لافو أهلاً وسهلاً شرقتين